في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة عقدة وزير التجارة والصناعة أحمد سمير لقاء موسع مع وفد استثماري ضم مسؤولي شركات البترو كيمويات القابدة النمسوية وشركات دارس لوفغال تشيكية استعرض اللقاء خطة الشركتين لإنشاء مصنع لإنتاج سيانيد السوديوم في مصر والذي سيفي باحتياجات السوق المحلي وتصدير 8% من إنتاجه إلى أسواق الدول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وقارة إفريقيا وقال الوزير إن استثمارات المرحلة الأولى للمشروع تبلغ 160 مليار دولار